أهم ما يميز العمارة المصرية التاريخية من وجهة نظر حضرتك والله هو العمارة التاريخية في مصر طبعا هي متميزة جدا ومهمة جدا من عصر المصري القدماء وحتى الآن والقاهرة تحديدا عد عليها مراحل تاريخية كتير كلها متميزة وكلها بتجمع ما بين تراث مهمة عبارة عن ثقافات متعددة وملامح فنية وترز معمارية يعني والأسباب الاجتماعية والتاريخية اللي قدت لوجودها بالشكل ده أكيد التاريخية كمان يمكن تكون تسببت في تنوع تنوع كبير لأن احنا عدينا بمراحل كتيرة جدا ده مظبوط فعلا والمراحل دي كلها قصرت والثقافات دي كلها قصرت وسبت لنا التراث اللي احنا النهاردة بنحتفي بيه في القاهرة التاريخية وفي القاهرة بشكل عام سر اهتمام حضرتك بالقاهرة التاريخية وبتراثها الثقافي والله هي دي حاجة جات منذ الصغر يعني كان دايما المباني بتشد انتباهي وكنت يعني بحب شكلها وبيعجبني شكلها والتنوع الفني اللي فيها وكنت بحب أصورها مع بداية اهتمامي بالتصوير من فترة طويلة يعني واهتميت أكتر بدراستها بعد كده وإن أنا أتعمق أكتر في الموضوع ومن خلال بقى الدراسات والأبحاث وكده يعني كان فيه شغف دايما مستمر بالعمارة تحديدا وبالفن والقاهرة باب أني عايش في القاهرة فطوع القاهرة لفتت انتباهي بتفاصيلها المتنوعة من يعني منذ الصغر يعني أكتر الأماكن اللي حرتك صورتها وأثارت عندك شغفك بالتصوير وبالعمارة وبالتاريخ المختلف وبالتنوع اللي موجود أكتر الأماكن اللي مأثرة فيك أو حركت حبك للعمارة والقاهرة التاريخية بشكل عام والله هو يعني من فترة طويلة وأنا فيه حاجة معينة حصلت يعني كنت خلتني أن أنا أهتم بالقاهرة التاريخية كان أنا ألف فيها وأتفرج عليها وأتأملها قوي حضرت جنازة نجيب محفوظ في مسجد الحسين وكنت صغير شوية وتقريبا دي كانت يعني أول يعني يمكن بداية ملاحظتي أو بداية أن أنا أتأمل المنطقة دي حوالين جماعة الحسين ودأت من هنا بقى أن أنا أزور زيارات مستمرة للقاهرة التاريخية وتجول في شوارعها وحاول أفهمها وتأملها وأقرأ فيها وأشوف حاجات منها كتير ولفت انتباهي تحديدا أو يعني أثار شغفي للتساؤل دايما العمارة المملوكية العمارة المملوكية الفترة المملوكية تحديدا هي فترة مهمة جدا في تاريخ مصر